السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الاثنين ثمانية وعشرين ثمانية آب أغسطس طبعا القمر اليوم موجود في برج الجدي في ساعات العصر تقريبا الساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة بده ينتقل القمر لبرج الدلو والقمر بما أنه موجود في برج الجدي لغاية ساعات العصر عنا توم نظل على طبيعتنا الجادة منحاول إنجاز عمل متراكم منجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وبتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منا علينا الاجتهاد أكثر بوسعنا شروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو الاهتمام بمسائل تتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 12 منتصف الليل كم نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى النشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبصير في عنا ثقة بالنفس أكثر ومنتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية ذروتها الساعة 23 و21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والتكنولوجيا أيضا والميل لكل ما هو مدهش وغريب أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية ذروتها ساعة تسعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبإقوى الحدس عليه فأنا وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كلفا والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي ذروتها راح تكون الساعة 11 و48 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع وبتدل على تحويلات إيجابية في الرأي العام وبرضو بتعطينا طاقة إيجابية جدا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوق المسار يعني خلوق المسار راح يبدأ الساعة 11 و48 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 2 و31 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار الساعة 2 و31 دقيقة عصرا القمر خلص بيستقر في برج الدلو عشان هيك منصير منشعر بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون وديدون أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا يبي يتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي وبوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بعد الانتقال في عنا زاوية رح تتشكل هي زاوية تثليث إيجابية هاي الزاوية رح تكون بين القمر وبين المريخ دروة هاي الزاوية الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا وقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتضل الأوقات لغاية ساعات العصر تقريبا مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أن تهدؤوا من روعكم وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما من ساعات العصر هنا بتلتقوا الأصدقاء حول تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر عندكم الاتصالات والمواعد يوم إيجابي وطاقة عالية لازم تستثمرها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطف والتجاوب أحباءكم معكم تعاملكم رح يكون لبعض موليد برج الثور إما سفر أو تعامل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد ممكن بعض موليد برج الثور يذهبوا في رحلة أو يروجوا لعمل أو يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد بإنصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنكم ما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا بحيط الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد حاول أنك تلتزم بمسئولياتك فترة واعدة إيجابية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتضل غاية ساعات العصر متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكو تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير بتلتقي أو بتتلقى مساعدة أو تعاطف وبتلتقي بعض الأشخاص اللي ممكن يكون في مباحثات مالية عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي أما من ساعات العصر هنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات لبعيدة وبصير فيه نوع من أنواع اللقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة اتحرك على مختلف الأصعد لأن الأجواء لا تعوض برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الأجواء يعني شوي ضاغطة لغاية ساعات العصر من ناحية الطاقة رغم أنه ما فيه أي سلبيات وبظل اليوم مناسب لتعزيز شراكة مالية شراكة عاطفية وبوسعكم إتمام خطبة أو زواج ورغم أني أنا ما بنصح في هذا الموضوع لأنه عطارد والزهرة بيتراجعوا فما بنصح في هذا الموضوع ولكن عم موضوع العقود التجارية الأمور جيدة ولكن أدرس العقود بشكل جيد بظل فيه نوع من أنواع الضغط على المستوى الطاقة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات حاول تصبر لغاية ساعات العصر لتتحسن الأجواء من ساعات العصر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تدخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم وتطور في محيطكم بيطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور ما فاتر جيد لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتكن تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم لتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وتحاذروا من الجدال مع المعاونين وحاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أي عمل حتى لو اضطررتوا العمل لساعات إضافية أما من ساعات العصر وما بعد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام أو توجهوا أي ملاحظة لأنه خصمكم قوي وما بيرحم طبعاً الفترة هاي فيها نوع من أنواع الضغط لأنه القمر رح يكون موجود مقابلك تماماً فلازم تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً من الآن ولغاية ساعات العصر بتضر رغبتكم قوية في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمش إنه ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة صحح الأخطاء أما من ساعات العصر وما بعد هنا بيتراكم العمل لديكم حول أنكم ما تهملوا صحتكم حاذروا من المتاعب الصحية أو الجسدية لممكن أنها تمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم لغاية ساعات العصر وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية أهم شأنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة لأجواء عدائية ومتوترة وراعي وضعك الصحي أما من ساعات العصر تقريبا وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة وبتتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان بإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ساعات العصر وما بعد بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك لا تخالف القوانين واحترم المعاعد والالتزامات المهنية ويهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتظل لغاية ساعات العاصر في فرصة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية بتهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح ما أما من ساعات العاصر وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولأسمع صوتكم ممكن تقوموا برحلة عمل أهم إشي إنه برحة يعني تحاول قدر الإمكان تكسب قد ما بتقدر خلال ساعات العصر وما بعد ممكن تتحرك بفعالية كبيرة أو تكون باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق أو مصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية في انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية في تحليل الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش إنه ما تغمروا بأموالكم هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن خلال هذا اليوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا لغاية ساعات العصر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر لأنها هاي فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما من ساعات العصر وما بعد القمر بصير عندك فعشانك بتستعيد نشاطك وحيويتك بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو محتمل يجيك خبر صار برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم ويعتبر هذا يعني بتظل لغاية ساعات العصر أشخاص ممكن تحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق ممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة أو ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك يعني تقريبا لغاية ساعات الظهر أما من ساعات العصر القمر بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حذروا لأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك حاول تستغل من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهر تقريبا لإنجاز كل الأعمال الضرورية والمهمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر